السلام عليكم وعزائي طلاب الطالبات الصف الاول الثانوي ده اول فيديو لينا ان شاء الله في الحلول في الفصل الدراسي الثاني عشرين اربعة وعشرين وحدتنا السبع كتاب المعاصر اللي هي الصحة والامان الناس اللي بتسألنا على المنصة فيه في سندوق الوصف رابط موجود اللي حابي يشترك سعر رمزي هتاخد الترمو كله باكتج مرة واحدة بالملزمة بكل حاجة بالمراجعات بسعر رمزي جدا يلا بينا كده نبتديه مع بعض اول حاجة نشتغل عليها دلوقتي مع بعض زي ما احنا متعودين درسنا الاول والتاني في وحدتنا السبع صفحة اتناشر بيقول لي انا عندي نوع تجاه اطعمة معينة علشان كده ما بقدرش اتناولهم عندي امرجنسي عندي طوارق عندي فلوونسي وفلوونسي دي لهم يقول لك عنده فلوونسي اللانجوج يعني عنده طلاقة يعني بتحدس اللغة دي بطلاقة عنده حساسية عنده خبرة واضحة جدا طبعا انه هو عنده حساسية تجاه اطعمة معينة عشان تحافظ على صحتك always remember to change your bidding حاول دايما تغير الفرش بتاع السرير بتاعك البدنج بتاعك twice a week مرتين في الايه في الاسبوع اول حاجة at last يعني في الاخر lastly حديثا at least على الاقل at most في المعظم عندنا في تركيب اسمه على الاقل اللي هو اسمه ايه اسمه at least my father felt pain in his stomach عنده قلم في المعدة because of a harmful type of نوع ضار من dusty ملبت بالتراب rapper راب اللي هي يلف bacteria ولا bacteria البكتيري طبعا عنده نوع من البكتيريا هنا مش عايز صف عشان اقول bacterial the on the book shows that it hasn't been opened for a long time النقط اللي على الكتاب بيبين ان هو متفتحش من فترة dust التراب bacteria هايج النظافة الشخصية id اللي هو فرست ايد بوكس عنده قل السعافات الاولية بطبعا dust التراب الموجود على الكتاب war with places الاماكن اللي هي الدافية والراطبة like a kitchen spawn زي السفنجة اللي هي في المطبخ are the places where bacteria like to not in البكتيريا بتحب انها تعمل هناك no تعرف grow تنمو وتزداد blow تهب للرياح invest معناها يستسمر لأ طبعا ايه البكتيريا بتحب في الاسفنجة انها هي تنمو وتتزايد grow هناك we should change the not regularly to avoid infection لتجنب العدوى نغير الخدمة لي فليت منشور سياح بلوج مدونة bidding اللي هو الفرش او الغطاء بتاع السرير يبقى bidding open the window please افتح الشوبك the children are unable to because of the smoke مش قادرين ايه يتنفس فين بقى يتنفس مش قادرين سنيز يعتص سكن جلد بلانك البطانية please اللي هو يتنفس والاسم انها press when my father's pressing stop لما بابا تنفس وتوقف عملتلو to make him breathe again عشان خليها تنفس تاني عملتلو ايه آآ CRC CBC CBR MBC ده MBC دي قناة طبعا عملتلو سي بي آر اسمها بيرفور اللي هو يجري سي بي آر او دو سي بي آر the boys could help the injured demand اللي هو لدها هيساعد الرجل المصاب because they had learned about لانهم اتعلموا الكثير في danger خطر first aid هو اللي هيج النظافة الشخصية ولا آآ first aid اللي هو آآ آآ في الاسعافات الاولية الاسعافات الاولية طبعا اللي هي first aid اللي هو معناها ايه معناها اعلان بعد كده بيقول لي a healthy lifestyle سلوب الحياة الي هو نظام غذائي طبيعي and good personal statement جملة emergent طوارق فانتسي خيال هايجين نظافة شخصية طبعا نظافة شخصية بعد كده بيقول لي all the doctors are حافر الدكاترة كلهم عندهم امل that the patient will that the patient will ان المريض to the new treatment لعلاج الجديد respond هيكون عنده استجابة للادوية الجديدة ريون يفسد او يدامل reply يرد answer يجيب طبعا respond the in our field is very fertile fertile يعني خصب يعني مناسب للزراعة يعني مناسب للزراعة خضرات سيل اللي هو عجل البحر سيل يبحر سايل تربة سيل مبيعات او عرض طبعا زا سايل التربة اللي موجودة عندنا مناسبة جدا للايه للزراعة نروح مع بعض بقى لصفحة 13 doctors ask patients to take a deep الدكاترة بيطلوب من المرضى ان هما ياخدوا deep while being examined اللي هما بيتكشف عليهم breeze اللي هو ناسيم او هواء علي pressless يعني فاصل مفيش نفس breeze يتنفس press اللي هو النفس ياخدوا يبقى deep a نفس عميق انه عند هنا الصفة يبقى محتاج اسم يبقى press we can't make a cake without sugar شينفع نعمل كيكة من غير سكر it's an important now important tool اداة compound مركب ingredient مقدار factor عامل من العوامل يبقى ده مقدار اساسي اللي هو المقادر اساسية ingredient the government is trying to improve measures on all railways عايزة تحسن نقط على كل الطرق safety معدلات الامان risk المخاطرة danger خطر ثريت تهديد طبعا safety اللي هي مقاييس الامان air has reached dangerous levels وصل لمستويات خطيرة جدا في بعض المدن تلوث الهواء السكان تعبير اللي هو الاخلاق او اجلال السكان طبعا air pollution تلوث الهواء لازم نحجز مقدما there is only a limited number of tickets عدد معين من التذاكر possible ممكن تجنبه unavailable غير متاح available متاح لازم نحجز انا advance مقدما لان فيه limited number عدد محدد من التذاكر هو اللي متاح i think it's a of money to buy this expensive car انت تشتري السيارة الغالية دي اول حاجة عندي كلمة waste to benefit waste to challenge طبعا انت تشتري السيارة الغالية دي انا شايف ان انت كده بتعمل ايه بتضيع فلوسك اللي هي waste wst try to contact with people who have infectious disease حاول نوع التواصل مع الناس اللي عندها امراض معدية يبعد او يتجنب continue يحتوي interpret يفصل طبعا avoid يبعد او يتجنب he used a sharp knife to the meat هو استخدم سكينة حادة لشان يعمل لي اللحمة chop يقطاها warm يحذرك سبلين يشرح offer يعرض يبقى chop hydron reduce the of being ill النظافة الشخصية بتقلل من being ill help المساعدة link corrupt possibility امكانية suggestion الاقتراح طبعا بتقلل امكانية الاصابة يبقى possibility my back حقيبتي everything needed for the trap هادي اه الحقيبة بتاعتي كل حاجة خاصة بالرحلة avoid يتجنب contains تحتوي على interpret يفسر يبقى تحتوي contains بعد كده بقول لي we don't advice from people we love and respect الناس اللي احنا بنحبهم وبنحترمهم نحن لاي question نحن لا نناقش ويتحقق من sneeze يعطس cause يسبب طبعا we don't question question مش معناها سؤال هنا معناها يناقش ويتحقق من جماعة اللي هما بنحترمهم مش بنحقق في الكلام بتاعهم I believe what you say because I not you انا مصدق اللي انت قلته لان انا hate you بكرهك doubt يشوك distrust لا اسك trust ياسك طبعا I trust you my sister wears ترتدي when she does the washing up to protect her hands عشان تحمي ديها تلبس سوكس شربات في ديها gloves قفزات slipper يسبب remove يزيل طبعا يبقى بيسبب اللي هي كلمة mean causes بيسبب اذا كتير للصحة no one is allowed to shout at others in our house ما فيش حد مسمح له عندنا يصرخ في التاني it's an important family it's an important family دي family a rule قاعدة في العائلة عندنا ruler حاكم ومسترى rule دور منبر عوضوا في فريق طبعا دي قاعدة عائلية a patient needs help المريض يحتاج surprising مفاجئ strange غريب separate منفصل medical طبي طبعا محتاج مساعدة طبية medical help when my children play in their room لما بيلعبوا في الغرفة بتاعتهم it becomes proper مناسب messy regular منتظم soapy اللي هو مليانة بالصابون طبعا بتبع القوضة messy I hear silence as anger كنوع من أنواع الغضب I avoided تجنب contained يحتوي interpreted فسرة separated يفصل يبقى طبعا I interpreted فسرت غضبها أو سكوتها بأنه هو نوع من أنواع الغضب بعد كده عندي جزء definitions بيقول لي the word كلمة means the possibility of being killed or heard امكانية أن حد يقتل أو يصاب hunger اللي هو الجوع danger الخطر danger الغضب بعد كده finature اللي هو الخلط طبعا هنا دي معناها danger و danger اللي هو لي الخطر which of the following mean the thing is that you should and shouldn't do in a particular situation الحاجات المفروض تعملها وما تعملاش هو موقف معين ليه الأوامر والمحذورات ليه does and don'ts do and does pros and cons مزايا عيوب أبدا دون مزايا عيوب بردو طبعا does and don'ts is the top layer of the earth in which plants grow الجزء العلوي من الأرض اللي هو بيصلح للزراعة the earth الكرة أرضية صويل التربة روك صغر stone حجر طبعا ده صويل التربة are very small living things كائنات حية صغيرة جدا that cause disease يبقى اللي عايز ليه ليه البكتيريا بكتيريا بكتيريا two is to take air in and out of your body تاخذ لهو القوة البرا يبقى ده اللي هو الإيه to take air and تاخذ يبقى هنا يتنفس لأنه وهنا عايز ليه الفعل evacuate يخلي take ياخذ breath 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 يبقى breath what is something you do to help someone take air and out of their body ان انت تساعد حد ياخد الهوى الجوه البرا uk اللي هي المملكة المتحدة cpr اللي نعاش الرؤوي usa america united kingdom او un اللي هو united متحد طبعا يبقى cpr mean studying something to find new facts about it تدرس حاجة لاكتشاف الحقائق a research ولا research ولا report ولا helmet helmet طبعا اللي هي الخوزة يبقى studying something يبقى انت كده هتبحس يبقى research to is to do something when someone talks to you لما حد يتكلم معك offer shop contain respond to do something لما تعمل حاجة نتيجة ان حد بيتكلم معك يبقى انت كده دي استجابة يبقى respond is a medical condition حالة طبية in which you become ill بتبقى انت ill يعني مريض او تعبان or in which your skin becomes red او جلدنا بيبقى لونه احمر and painful وفي زي قلم because you have eaten or touched a particular substance لمست او مساكت مادة eight ساعفات allergy حساسية اسليب النوم دامج الدمار طبعا دي يبقى allergy the word means sheets الملايات covers والغطاء that you put on a bid بيبقى السرير bidding الفرش response استجابة danger خطر argument جدال يبقى طبعا bidding نروح بعد كده لي page 18 صفحة 18 هنا بيقول لي هنختار اتنين parents give their children security and love الوالدين بيدوا لأولادهم الامان والحب the synonyms of security عايزين مرادوا في كلمة الامان protection اللي هي الحماية والوقاية danger خطر sorrow safety honesty 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 اللي هو الامانة حدا امين يعني ديتوا فلوس وحافظ عليها يعني او حاجة زي كده يبقى بيدوني protection وبيدوني safety don't award of that to anyone it's a top secret conversation محادسة سرية جدا between us يبقى لا تنطق او لا تقول يبقى don't ايه don't breathe لو لا تلفظ لا تقول يعني راب يلف hear listen يستمع سيقول يبقى don't see a word or don't breathe a word ما تتنفس بكلمة من الكلام ده wearing a helmet reduces the not of head انجر ارتداء خوزة بيقلل من اصابات الرأس بيقلل risk خطر الاصابة safety الامان danger خطر security الامان health الصحة بيقلل طبعا risk وبيقلل ايه danger danger check all your electrical regular to avoid electric accident دايما افحص كل الايه الكهربائية با equipment معدات settlement requirements متطلبات experiments تجارب وعندي هنا كابلز ليه الكابلات الكهربائية طبعا تأكد من الكابلات وتأكد من الايه من المعدات don't worry لا تقلق these toys are they aren't dangerous مش خطر يبقى امنة difficult صعب secure امن serious خطيرة safe امنة heavy ثقيلة يبقى امنة الاتنين safe your room is messy الاوضة فيها فوضى it is not انها ليست يبقى ليست ايه طالما فوضى يبقى مش مرتبة يبقى it is not untidy هو هنا نافي نفرض يقول tidy على طول needy في حاجة ايه clean مش نظيفة former tidy مرتبة it isn't tidy we it isn't a it isn't clean she found the keys at the bottom of her handbag لات المفاتيح في الشنطة the antonym of the word bottom bottom يعني اسفل عايزين القمة بقى back خلف اوضار pace قاعدة top كمة rule قاعدة big قمة برده يبقى top and big you have to follow your goal لازم تتبع هدفك the synonyms of follow مراضف يتبع chase يطارد leave يغادر pursue miss يفوت lose يخسر طبعا يبقى chase we pursue a pile of note plate اطباى not was left in the kitchen sink في الحوض بتاع المطبخ اا اول حاجة عندي هنا filthy اللي هي متسخة clean نظيفة clear واضحة درت متسخة care more than b a and d السبب الرئيسي اللي عايش هنا التقصي الجايد عايزين مراضف لكلمة رئيسي ميجور رئيسي سانوي ميجور أقلية بيسيك أساسي يمكن ليعتماد علي طبعا ميجور وي بيسيك بعد كده هنا بيقولي الأماكن المتسخة مالها بقى بها ياخد يحتوي يصنع طبعا وي كنتين لما تيجي تنفس داخل والخارج طبعا بناخده للداخل يعني الخارج بعد كده هنا هنختار حاجة واحدة بس بمجرد العودة من الأجهزة الطويلة المنزل ما كانتش يعني بيدي شعور أنه نظيف لأن كل حاجة كانت معناها لأن كل حاجة كانت ملبدأ وملينا بالطرابي بقى دستي الناس اللي عندهم حساسية دائما لو شموا الدخانة سنيز بيعتصوا فريز بريز يتجمى التويز طبعا يعتص اللي هي سنيز عندها حسية تجاه متفايل براديميك وقايا خاص بالنظافة الشخصية عندها المكان يعني لا يتسخ ديرتي بتاخد بط طبعا اسمها جيد ديرتي لا يتسخ يقوم بالإصعافات الأولية اسمها كي سيد جيف طبعا يجري إصعافات الأولية جيف طبعا يبدو نظيفا اللي هي فيلز كلي is to ignore as argument to agreement argument يعني جدال واجري منتي عن اتفاق يبقى لاتنين دول في بينهم تضاد عكس كلمة يتجاهل بقى عكس كلمة يتجاهل واحد بيتجاهل والتاني respond بيرود package مجموعة لبعضها طيدي مرتب order اللي بترتيب طبعا respond smoking is not for your health التدخين يعطبر in dangerous يعرض للخطر danger خطر dangerous خطير dangerous اللي بخطر زرف طبعا يبقى smoking التدخين is طبعا ما قال is عزن صفة dangerous خطير للصح keeping clean stops the bacteria بيمنع البكتيريا ان هي ايه طبعا عندي كلمة stop يجي بعدها مفعول اي انشي على طول to spread to spreading is spreading is spreading يبقى stops the bacteria is spreading الانتشار المصانع المصانع اللي بتسبب تلاوث must be moved series series اللي هي الايه المدن تنتقل بعيدا بقى away from away into ان طبعا تتنقل بعيدا لايه away from they have done important research عملوا بحث مهم not how to avoid catching coronavirus يعني ازاي نتجنب الاصاب coronavirus يجري بحث على اسماء research for of to انتو طبعا research انتو the engine of my car doesn't work المحرك لايعمل proper مناسب properly بطريقة مناسبة property اللي هي الملكية ايو سي لا طبعا بطريقة مناسبة اللي هي properly he has two milk products المنتجات الالبانية allergy allergy يعني حساس او يعني حساسية sensitivity برضو حسية للمنتجات eo b sensibility خاصة بالشغور لايبقى الاثنين تنفع allergy sensitivity يبقى a and b بعد كده عندي 26 26 على القواعد بيقول try this cake تجرب الكيكة دي it's delicious ماها لذيذة طيب هنا لا يجب حظر ومنع ولا 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 ما فيش حاجة اسمها لان التركيب بتاع السيري اسمه تمام مفعول المصدر يبقى التركيب ده مش هينفع خالص ومش هينفع اقول لك لا تجرب هزي الكيكة الازيذة يبقى شهود انتم مستبعدين تبقى عندي طب دي ايه في استخدامات ده هنا بيعمل بيعمله زي اقتراح قوي انا او ان احنا قلنا بتاخد شوه الا ولا ان يبقى ده اول واحدة طارد طيب ينفع اقول ايوة لان احنا قلنا كلمة مست ممكن نيجي قدامها معناها ضرورة ونكمل عادي هنا ما فيش حاجة اسمها ولا يبقى طبعا انها ضرورة بعد كده عندي هنا بيقول لي حاول تواطي الموسيقى قبل ما بباكي ناقصة اوت ناقصة هاد بيتر من الافضل مش بيجي مع هادو مصد ما بتاخدش يبقى يو هاد بيتر بسرعة 110 كيلو متر على الطريق السريع مش مسموح لك هاد انطبع عندنا كلمة بيجاب لها بعد كده المصدر زي كده غير مسموح عشان تدخل الجامعة ينفع تدخل الجامعة من غير ما نجح في الامتحانات يبقى ده مضطر هاف تو صح مصد مش لازم لأ طبعا ناقصة مصد هاف لاش دعوة دي خالص يبقى احنا بنوفر وقت او هاف تايم احنا مش لازم نجري مصدبوطة هاف نقصة لازم نجري طب ما بيقول عندنا وقت هاف جوت تو ياجب ان هو عايز يقول مش لازم يبقى هسلفك واحد يبقى لازم تشتري لأ مش لازم هاف لازم تشتري ألم لأ لازم في حاجة صح ضون تهاف تو مش لازم بيو سي الاتنين مزبوطة اعمات اصف رجلو روح المستشفى تعالج ياجب هاد تو وبعد كده مديني هاز تو طيب هنا بيقول لي اعمات هنا ده فعل ايه اللي بالك بقى فعل موضي ليه لانه لو مضرح كان القاتس يبقى الجملة هنا في زمن الماضي فين اللي الزمن اللي في الماضي هنا مافيش غير هاته وشهد طبعا منش ماضي ونيد مضارع وهاز مضارع قواعد المدرسة كان ياجب نتابعها طبعا مصد زيرز نو سموكينج ساين في يفتة مكتوب على ممنوع التدخين ونو تسموك هير شود ولا شود ولا مصند ولا مصد طالما في يفتة يبقى ده حذر ومانع يبقى مصند تجرب طعم ماما هتحبه شود ولا مصد ولا هفتو ولا عدتو طبعا دي دعوة قوية والدعوة القوية بنستخدم معاها مصد اكتب كده قدامها او جنبها دعوة قوية المقالة بتاعتك فيها اخطاء يجب يراجع كان يجب ان يراجع ولا ميراجع ده مجهول يجب ان يتم مراجعتها لانه جملة مبنية للمجهول لها المقالة بواسطتك السيارة انت بدأت تفقد الايه التحكم فيها يجب ان توقف مبنية المجهول كان يجب ان يفعل السيارة مش هتوقف نفسها يبقى برضو جملة دي مجهولة يبقى هاني والتصريف السهلس او شود انت هنا معناها ما كانش لازم يتكلم بوقاحة مع المدرس معنا كده ان هو تكلم بوقاحة لم يتحدث ولا تكلم بهدب ولا تكلم بوقاحة ولا طبعا لما اقول شود انتهاء ما كانش المفروض يعمل معنا كده ان هو عمل يبقى تكلم او تحدث بايه بوقاحة ودي اخر جزئية معنا في وحدتنا السبعة الاولى ثانوي طبعا عزي طلبة اولى ثانوي احنا كنا خلصنا قبل كده دلوقتي هنكمل مع بعض الدرس التالت والرابع بيشتويني ناين صفحة تسعة وعشرين كتابنا كتاب المعاصر هنا بيقول لو في حدثة وحدت صوب ببطنية نعمل له ايه بالبطنية اللي هي معناها يغطي ولا راب اللي هو نحاول نلف بقى طبعا ممكن نعمل راب راب اللي هي ايه نحاول زي ايه نلفه كده بعد كده بيقول بعد الزلزال المدمر الحكومة كانت مضطرة من منازلهم ايه با كويت يخلي يسافر ليفيو غادر يطور طبعا ايه اخلت واجلت الناس اخذ للمستشفى في سيارة اسعاف المصاب الانسان المصاب اللي هو الانجرد مان محتاجين دكتور في غرفة ايه اكيد غرفة الطوارئ اللي هي الامرجنسي غرون يعني جوا مش بيبع برد مش محتاجين مراوح مش محتاجين بطنية نلابس ور مية طبعا مش هنحتاج بطنية اخذت المصاب انسان المصاب الاقرب مستشفى على الفورة وفي الحال نائم ميسلي اللي هو الظرف من ميسي فوضوي درت لي بخزارة طبعا على الفورة وفي الحال عشان ايه تنقذه المكوس في الشمس فترة طويل رابي يشكو يخلي بيرنس ممكن يحرق الجلد بتاعنا يبقى بيرنس لما اختخي لبيبت بقى نايمة حافظ على مصاب خطر طبعا شي غالبا عدم التقدير في العمل يبقى دايما بتشكو من عدم التقدير بعد التصادم فيه تلفية كتيرة جمع دامج يعني انجر اصابة دامج ده النون اللي هو تلف طبعا عايز نقول تلف كبير اللي هو ايه دامج واني بعدها لا يعد مش عادل ان احنا نقطة هزي السكرتير اللي ستعمل بجد طبعا هنا كلمة مش نار اللي هي كلمة التلوث مشكلة مصاب خطيرة طبعا بعد كده بيقول يعاني من قلم في باك في ظهره هلمت خوزة لنكة بطنية طوارق طبعا زي نقط المؤلم جدا الجرحة والاصابة صابع القدم فت قدم اصابع اليد طبعا بعد كده بيقول الناس دي محتاجة مساعدة دمر منزلهم ريبور تقرير سبونج سفينجة تشو منديل فاير الحريقي با فاير باكتيريا are not things على قيد الحياة ليفين كأنها تحية اسليب نائم اوه بعيد با ليفين things اي نيد اميديكال لكوفر الغط غط الجرح دمار فاير نار بلاستر لاصق طبعا ضغط طبعا محتاج بلاستر when riding a motorbike وانت راكب المتور باك ظهر helmet خوز blanket بطنية emergent طوارق المتور باك محتاج helmet تقطيع العشجار بيدمر البيئة كلمة damage تعني راه تاني تقطيع العشجار بيسبب damage بتاع لا في با هنا ناون اس هنا دي فعلي لأ ادفير بزار ناون اس بروناون ضمير هنا موقع ناون اس النقط اللي بتضع الطفلة له تأثير سيء عليهم ضغط طبعا الضغط اللي بتضع لطفال مش كويس بقو ماشا بورقة جرو يزرع يخلي راب يلف يستجيب طبعا ان انت تعمل راب تلف الحاجة غطاء دافي على السرير بلانكت البطنية بلو مخدة شيط ملاية بيدنج الفرش بتاع السرير طبعا ده تعريف البلانكت تلف في الجسم سابب حريق ليصير بحس برس نفس حريق بيرن يحترق طبعا يبقى بيرن اللي هو حريق في الجسم ايه او يحترق تسيب مكان لانه مش آمن جرو يزرع يخلي راب يستجيب طبعا يفا كوي سريع جدا بدون انتظار على الاقل نام على الفور وفي الحال بيروبر اللي بتطريها مناسبة طبعا نروح مع بعض الآية لباك 32 32 هنختار اتنين الدكاترة الانين الانتشار الممكن للمرض زي انتونيب عكس قلق or نوات اندنون واحد الآن عكسها انكشوز قلق استنشنج مبهر كوشز ليحريس او حذر ريلاكس هادي كالم هادي يبقى هادي لاثنين دول the present was beautifully الهدية with gold paper بورق لونه ذهبي رمين دي اظل افاكويت دي اخلي رابد مالفوف confused مرتبك covered مواطا يبقى رابد وكفر هليكوبتر ديارة الهليكوبتر were used to evacuate people تخلي الناس from their homes من منزلهم the synonyms of the word evacuate مراض فيخلي امبتي امبتي اللي هي ايه فارغ او يفرغ يعني take away وبعد في اليملأ بعد كده عندي peak يعبق و evaluate يقيم حد حد اختبر ويعني يبقى take away for our safety علشان يبقى فيه امان we should cover our cut نغطي الجروح not to be infected عشان ما تاخدش عدوى or bloated the synonym of the word cuts or عايزين مراضفات لكلمة cuts organs اعضاء في الجسم اعضاء فريق وانس جروح بعد كده عندي وعندي وعايز حاجة هنا ايه تساوي cuts cuts اللي هو الجرح يبقى احنا ممكن نقول اصابات وممكن نقول وانس يستخدم يستخدم ميا عشان يشيل البكتيري نفس معنى ايه يعني يزيل يحمل ينق يحتوي يتصل طبعا كلمة النوا ايه اللي هو انا ازيل الحاجة بتدي نفس معنى ايه انا الوقت هعمل يبقى اول حاجة هعملها هعمل او هوقف اللي هي ايه يبقى انا عندي كلمة وعندي كلمة يوعط نصيحة ولا طبعا عندنا كلمة يوعط نصيحة ممكن هو واللي بيستقبل النصيحة نقول عليه كلمة ايه معي انا ممكن واحد اقوله ما تغضب شاوله وياتسخ اسمها المكان لما انت بتحافظ عليه نظيف هنا اول حاجة بيقول لي مش هنف هقول له او يظل نظيفا ولا طبعا مش هنفعل برضو ولا بيبقى يحطي شعور بالراحة دي مظبوط لما تحافظ عليه ستاز كيلين يظل كيلين اه وبعد كده عندي كيب ات كيلين ولا طبعا هنا عندي ممكن اقول حذرني بخصوص اللي هي ضد طبعا يحذر من اللي هي بخصوص روح لصفحة تلاتة وتلاتين هنختار حاجة واحدة يعني مش قادر يحدد هدف طبعا يشعر بالاسع يرتكب خطأ يرتكب خطأ طبعا كلمة بتاخد يبقى لا تضع ضغط علي طبعا كلمة ضغط يضع ضغط يعني احنا رأسه عند نوع الآسف طبعا يعني يعني اقدم الاسف اكتشف الحكومة ادركت ان نوع الناس انه طبعا عايز اقول اخلاق الناس يخلي انما اخلاق يبقى اخلاق قريب من ليا close to stop complaining everything and solve your problems توقف عن الشكوى كلمة يشكو اسمها complain as about وز انت طبعا يشكو بخصوص شيء معين complain ابقى انه الشيء الصح ان انت not injured person still keep do give تل تحافظ عليه تحميل ليا طبعا keep an injured كلمة يعرض بعدها to المصدر helping to help for helping help طبعا offer to المصدر اي انا هكلمك if is possible ولا possible لو ده ممكن possible يده الزر في لعبة و سي يبقى بقدر الامكان او لو ينفع يبقى if possible هنروح بقى مع بعض المين 34 34 30 جز الجرامر ده السهل خالص طبعا مهارات مفيدة طبعا النفي هنا هيبوزل معنا خالص مشين فاولك نحن لا يجب وكانت لا نستطيع لا يجب كل ده منفعش يبقى نصيحة لانها حاجة حلوة حاجة مفيدة يبقى يبقى اي حاجة مثبتة زي مصد وكان وشد كل ده مش هينفع لان ده كله ده مفروض ان احنا نعمل حاجة يبقى احنا نقول حظر ومان انا هاعمله فيما بعد يبقى ليس من الضرور مش لازم يعني عايز اقول هنا مش لازم اعمل حظر ومان على التسوق ولا مش في حاجة الى ولا لازم ولا ده مفهاش ضرورة يبقى لا يستفي حاجة يبقى او دون هفتو تعمل ضوضاء في المكتب لا لا يجب يبقى الاثبات اللي هو هد بطر وقد تدر مستبعدين خالص طب اقول needn't ولا mustn't بيقول allowed غير مصموح به يبقى ده قانون عام ما ينفعش تعمل حاجة ده خالص يبقى you mustn't make noise بعد كده عندي هنا بيقول لي بعت لي ايميل النهار ده الصبح انا نقط ارد فيما بعد او هو هيقلق يبقى مش لازم ارد لا يجب انا مش في حاجة انا محتاج ارد اما هيقلق يبقى انا محتاج ارد يبقى يبقى يشود شود بيجي بعدها المصدر واش ولا بي واش ولا بي واش لو جملة مجهولة انما شود بيجي بعدها المصدر عملية تاني هنا بقى بدأ بالخضروات الخضرار هو الخضار هيغسل نفسه لا يبقى يكتب قدام الجملة دي اناها جملة مجهولة واش الخضار يجب ان يخسل ولا بي واش يغسل يبقى انت يجب ممتك لازم تساعدها طب مست بيجي بعدها المصدر يبقى جملة معلومة مش مجهولة طب هنا بقى لك ممتك يبقى هنا ايه يجب ان تساعد يبقى مجهولة لفعل المساعدة شبه بعضها في البسل بالتصريف الثالث يبقى ممتك يجب ان يتم مساعدتها به هلا تروح لقهرامات وانت في الجيزة رائعة ايه بيكلم بيقول له مش حلوة القلبك الضعيف يبقى ما تشربش قال له اوكي دكتور اه ده مست ومست هنا مش هينفع قول نصيحة من شخص مخرب وهنا الدكتور بيحذر ويبقى عشان قلبه في مشكلة الكاذب يا ابني مش بيجي بعدها ان يجي لا يجب لازم تقول مش هينفع ابوك يقول لك ايه انت لازم انت بقى كداب ايه انت مش لازم ايه انت مش لازم مش ضروري لازم ايه طبعا ايه طبعا ايه طبعا الوالدين عشان تسوق سيارة وان الانسان تكون مع رخصة مست مش لازم مست شود انت شود طبعا الرخصة ده الزه مش نصيح مست هتسوق ازاي انت بان عليك تعبان ايه تينك يو افيو دايز اوف تاخد اجازم مست انت بي تيكن ده باسف جملة مش باسف مست انت تيك لا يجب ان انت تاخد شود انت تيك ولا شود تيك انا بينصاحوا بقول انت تعبان اخد اجازة يبقى شود لو انت لست في مصر تحضر حفل الزفاف انت اقرب صديق لي بدي دعوة قوية قوت نقصته مست شود انت مصنط لازم تحضر يبقى مست قبل ما تروح عيادة الاسنان تخسل اسنانك قوت نقصته مش لازم شود ولا مصنط طبعا يو شود طول جدا ايه نوات بلي باسكتبول اقترح انه يلعب باسكت شود انت ولا شود كانت قوت نقصة وبرد ويبقى شود بلي باسكتبول ام تاكين ام تاكين ان ارلي ترين تمورو هاخد القطار بتاع بدري بكر ايه نوات درينك تو ماتش كافي انا نوات اشرب قهوة شود ولا مست ولا مصنط ولا نيتو هياخد قطار بدري بكر يبقى مش لازم يشرب اهوة عشان هيسهر كده غلط يبقى مصنط حالات خاصة نجري للمتحب اه كان مقفول لما احنا روحنا يعني بالفعل قافل لما وصلنا يبقى ما كانش لازم نجري طيب وكناش في حاجة الى نيت انت معناها عملنا حاجة عشان مفروض تتعمل ما عملش ولا طبعا اصلا الجملة ماضي دولا مستبعدين دي معناها ما عملتش دي معناها عمل طبعا يبقى ما كناش في حاجة ان احنا ايه نجري لان اصلا طلع مقفول في الاخر يعني بقول يا ريتنا بعد كده عندي هنا بيقول ايه اه تتوقف عند الاشارة الحامرة ده قانون دعوة نصيحة اقتراح طبعا ده كده يعتبر ايه قانون طبعا ما قال لك دلوقتي بقى متأخر بيقول لك يستر دي يبقى يستر دي ماضي شد دي مدارة كان لازم تكلمهم ما كانش لازم كان لازم كان لازم دي مدارة يبقى طبعا ايه كان لازم تكلمهم بالامس يبقى نصيحة لك ان انت تتمرن شود انت مبتاخدش تو ولا شود بتاخد تو ولا مست انت بتاخد تو ما تبقى اشغل مين عشان اقول له يعني انت لست في حاجة الى هل انفقى اركب الدراجة على الرصيف قال له طبعا انا اقول له لا لا يجب انه يبقى لو عايز يجيب درجات عالية لو عايز يجيب درجات عالية من السري يعني من الضروري يبقى دي نصيحة ينصح ضرورة مفيش حاجة اسمها يبقى طبعا دي اتس ايه لما اقولك لو انت عايز تجيب درجات عالية زاكر بجد يبقى انا هنا بعمل لك ايه بنصحك يبقى هنا تعتبر ايه هما لسا ما رجع لكش الفلوس كان يجب ان يفعل ولكنه لم يفعل كان المفروض عمله ما كانش لازم كان يجب ان يفعل انت نقطة المشروع التاني قبل ما تخلص الاول يبقى ما كانش لازم تبدأ طبعا دولا مدرع والجملة ماضي ما كانش لازم تبدأ يبقى ليه باختار صغية اللوم دي لان جملة هنا ماضي قال له كان لازم تنام بدري ليلة الماضية كان يجب ان يبقى اثناء اليوم ببقى تعبان لازم تنام بدري لازم تنام بدري ليلة الماضية اسمها ولا اتوود بي بيتر من الافضل وانا انت تستمر في التدخين يبقى ده شيء غير حكيم منك انت تستمر في التدخين يبقى ده شيء غير حكيم منك ما تمشيش من غير اذني المدير مش هينصحك هيقولك من اللي صح لا ياجب ان انت تصحى متأخر في الاجازات مش منطقية او تقوم بدري مش حاجة اسمها مش مضطر ان انت تصحى بادري انا طبعا ليه معناها مضطر ان انا لبس ازاي نزام شخصي لأ ضرورة شخصية لأ دي حاجة تخصني لأ معناها مضطر يبقى لسه مكملين مع بعض في كتاب المعاصر اولى سنوي تيرتي ناين صفحة تسعة وتلاتين الجزء بقى اللي على الايه على الملاحظات بقى اللي هي على الجرامر اول جملة بيقولي هذا الفريق مصل جديد لكوفيد ناينتين اللي هو فيروس كورونا تسعة عشر هنا بقى عندي كلمة اول كلمة واول اختيار عندي كلمة ريسيرش وحنا قلنا كلمة لو جتناون اسم بتعتبر اسم ايه انكاون تقول لا يعد بمعنى بحث او ايه لو ابحثي بكلمة كاسم تعتبر اسم لا يعد بمعنى بحث انما لو جاية كفعل خلي بالك من الفرق يعني لو انت عايزها كفعل معناها ايه يقوم بعمل بحث على يجري بحث على حاجة يعني وهنا بتساوي ايه بتساوي او او دو ريسيرش على دو يعمل بحث ونكون ايه انتو دي الملاحظة اللي على كلمة مين ريسيرش فهنا اول اختيار طبعا بيقولي هذا الفريق يبقى هنا كلمة جاية كايه جاية كفعل فهو هنا مديني ريسيرش دو ريسيرش انتو يعمل بحث على سيرشز يبحث او بي طبعا يبقى احنا ممكن نقول ريسيرش وممكن نقول دو ريسيرش انتو يبقى لتنين صح اي ام بي بسرعة ستين كيلو متر عايز كلمة لكل احنا قلنا ان كلمة لكل ديت في الملاحظات اللغوية عندك اللي بيجاب لها ا او ان وبعد كده ناون يبقى الكل الساعة يبقى هنا هنروح لبقى المين هنقول ااور ولا اناور ولا اول ولا او طبعا لكل اللي هي هنا اول هتاخد ان لان ليتش سايلنك ما يفعش اقول ااور كلمة اللي هي حاسية بتاخد حرف الجر حساس من اللي هي اللي هي حاجة اسميه على الأقل اللي هي بعد كده عندي بيقول الناس اللي بتعيش با كافدناينتين عنده كافرد ناينتين بي ABOUT وتشارك ايه بنتة مخاطر بخطر مؤرد للخطر او سي طبعا بدأ ايه يزداد في الطول هنا معنى يزداد في الطول طبعا هنا معنى عايش اخر يعني اخر ولا ايضا ولا تو ايضا ولا ايضا لا اعتراضك على الخطة جعل من الصعب اللي هي بيجي بعدها هي تزايد المصدر من الصعب ان من الصعب ان اقبل اقفل الشباك قبل معيه تنان لا تتركه طبعا يبقى مصدر طبعا لا تتركه او بني مفتوح بعد كده بيقول لك كلمة لو انا هتوقف عن شيء لفعل شيء تاني يبقى طبعا ايه لو شيء كده او موقعت يبقى بنروح للفيرب ايه الفيرب زاد اي ان جي تعال نشوف هنا ولا هنا عدي ولا عندي ولا طبعا ما فيش مش هينفع نقول هنا او هنا طبعا ايه هو جايب بعد ماشي كده تمام يبقى مش هنعمل توقف مؤقت لفعل شيء تاني هنا فيش حاجة تاني هتتعامل يبقى وممكن من الصراخ يبقى برضو لتننصح ايه وبي احنا بنصرف فلوس كتيرة ليه معناها هيصرف فلوس فانا عندي طبعا كلمة اهو عشان برضو ايه تبقى فاهمها انا ممكن اقول ويجي بعدها اسم او فيرب ايه او فيرب زاد اي ان جي تعال نشوف هنا وقال ليه هنا اول حاجة مديني اه ار ديكوريتنج ولا تو اه ديكوريت لكي اه نزين ولا اون ديكوريتنج واخر اختيار اللي هو بيو سي دموانا طبعا لها معناها اه يصرف فلوس ممكن اقول لكي نزين وان ديكوريتنج يبقى الاتنين مع بعض مزبوطين لها بيو سي بعد كده بقول احنا قضينا ثلاث شهور في تزيين المنزل في نفس الصفحة تعالوا نشوف القطع مع بعض الكلمة الجديدة حاول ترجمها معي many people don't have the knowledge or awareness knowledge اللي هي المعرفة وعورنس اللي هي الوعي ناس كتيرة ما عنداش المعرفة او الوعي of health secure للرعاية الصحية this is a great problem because they can't peer دي مشكلة كبيرة انهم لا يتحملوا ذا responsibility مسئولية تستي healthy so it is a rule of people دور الناس who are aware to persuade يقنعو them to start learning about such issues يتعلموا عن هذه القضايا like posting their immune system يدعاموا جهاز المناع we all want our immune system to be strong عايزين جهاز المناع يبقى قوي so we can stay healthy عشان نحافظ على الصح we can post our immune system by eating ان احنا ناكل ألوت الفروت فاكهة and vegetables with green leaves بأوراق خضرات fitness and health seem to be the same for everyone نفس الشي but they have two different meanings في معنين مختلفين fitness is the physical ability القدرة البدنية to perform work انت تؤدي العمل والسبورتس او الرياضة اتسترا الى اخره while health بينما الصحة is a condition الصحة دي حالة in which the body should have resistance الجسم يكون عنده مقاومة capacity اللي هي قدرة قدرة المقاومة ويعني نوعه يقاتل all disease كل الامراض and all parts of the body وكل اجزاء الجسم should work well without any problem تشتغل مع بعض بدون مشاكل health can be maintained ممكن نحافظ على الصحة by proper diet اتباع نظام غذائي مناسب exercise تمرين and hygiene ونظافة شخصية in which we must wash our hands نغسل ادينا before meals to keep your body health عشان تحافظ على الجسم الصحي you need to do proper exercise تعمل تمرين مناسب usually عادة sports people الرياضيين have a fit body عندهم جسم لائق بدنيا they shape their body in such a way جسمهم ببقى يعني متأسم بطريقة that will be fit for their sport but coming to healthy body a matter of controlling هي كل الفكر انت تتحكم في الويد في الوز and making your body immune to disease وتخلي جهاز المناقى قوة من امراض for a healthy and fit body طب انا بايب عشان ابقى healthy وعندي جسم fit a good exercise احسن حاجة المشي which helps in burning زي اكسيس في حد بيحمي او بي بيحرق الدهون المفرطة في اكسيس in your body a fit body doesn't mean الجسم fit مش معنازة it should look good from outside ان يكون من برا المنظر حلو a fit and healthy body should be physically active نشيط and energetic وحماسي عند طاقة and smart enough to accept any tasks given to them ويقبل اي مهم ويعملها due to more demand for a fit and healthy body بسبب زيادة الطلب على الجسم الكويس many gyms في جمات كتير صلاة gym and work out centers ومراكز لعدال الجسم are opened to maintain a healthy and fit body عشان تحافظ على جسمك this requires self control محتاج تحكم في الزيت and determination ومحتاج عزيمة واسرار burning the excess fat makes us حر الدهون المفرد بيخلينا بيخلينا ايه بقى عند هنا enormous enormous اللي هي معناها ضخمة وعملاك colossal اللي هو برضو عملاك healthy صحي اللي مريض طبعا لو حرقنا الدهون ده يخلينا healthy many gyms and work out centers ومراكز التدريب are opened because of the not demand for fat and healthy body بسبب الطلب low مخافط little قليل decreasing مخافط increasing جزاء طبعا increasing the immune system function وظيفة الجهاز المناع is to note our bodies det rotate يدهور أو يدمر infect يصيب protect يحمي damage يدمر طبعا protect the underlying word maintained لحافظ means kept حافظ wasted يضي damage يدمر is bent يغض طبعا كات washing your hands before meals is a form of انت تغسل ايديك دي هو طبعا sensation صحة عامة hygien نظافة شخصية personality شخصية energy طاقة طبعا hygien the awareness of healthy care الوعي بتاع الرعاية الصحية is two importance recognizing التعرف neglecting اهمال ignoring التجاهل forgetting نسيان طبعا recognizing التعرف how can people maintain fit and healthy birds ازاي نستحفظ على جسمها by eating healthy food الطعام الصحي صح by doing exercise demari نات صح by doing sport نمار رياض صح all of these choice كل هزي الاختيارات يبقى نروح مع بعض ب43 43 43 هنا طبعا التراجم تراجم يعني لمنع انتشار الامراض المعدية خلي بالك من النظافة الشخصية بانتظام اهتمامك بنظافتك الشخصية بشكل اساسي هو هنا ما جابش كلمة بشكل اساسي هو الطريق لمنع انتشار الامراض المزمنة ما قالش الامراض المزمنة وهنا خالص الامراض المعدية واصابتها عندي هنا مزمنة وشكل اساسي بقى مش هتم لمنع انتشار الامراض المعدية او العدوى بها اعتن بنظافتك الشخصية بانتظام ده هنا صياغة مظبوطة لوقف انتشار اي مرض معدي والاصابة به عليك بالنظافة بشكل شخصي وباهتمام طبعا ما قالش بشكل شخصي اهتمام النظافة شخصية المانع انتشار الامراض الفتاكة ما قالش الامراض الفتاكة خالص يبدأ بالاهتمام بالنظافة بشكل شخصي ويوم منظم يبقى برضو دي خطر زراعة العشقار بيساعد البياء زي اول حاجة انا بيقولي غرص الاشجار يساعد البياء تمام فهي توفر الظل في الصيف لحد كده مزبوط وتمتص سانيوكسيد الكربون لحد كده فيش حاجة يعني ايه كله مزبوط نباتات الاشجار وما قالش نباتات يعني غرص يبقى دي مش هتنفع غرص الاشجار يساعد البياء لحد هنا كويس فهي تحد يعني اما توقف يعني من الظل لا هي وقال توفر الظل يبقى تحد دي مش مزبوط غرص الاشجار يساعد البياء مزبوطة فهي توفر الظل في الصيف وتنتج سانيوكسيد الكربون لا هي هتمتص باول واحدة هي اللي صحيح علينا الاهتمام بالنظافة الشخصية لتجنب الإصابة الكثير من المراض المعدية ولو بيها الخطيرة مثل فيروس كورونا المستقد اول واحدة هنا بيقول لازم نهتم بالسنتيش المفروض المفروض علشان ايه نتجنب العدوة يبقى 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 عندي هنا خطائنا يجب الا نهتم ازاي آخر واحدة بيقول برضو قال لي شودنت خلاص من جر ما نقر مما لا يشك فيها ان المياه الملوثة غير صالحة للشرب وخطيرة لانها تسبب الامرات وتدمر البيئة والحيوانات والاسماك وهنا ما قالش بلوشان دعا المياه الملوثة يبقى الووتر مش البلوشان ان المياه الملوثة از درينك ابو اليوم كن نشربها هو قال لي غير صالحة يبقى من غير ما نكامل معناها لا يشرب المفروض كان بينها المجهول يبقى برضو دي هنا عندي مشكلة هنا طبعا ده اختيار صحيح وصلنا الاختبار الوحدة السبعة في الصف الاول السنة وكتاب المعاصر بي 46 اول جمعنتين زي ما احنا متعودين من اختار اتنين بعد الزلزال اللي حصل في تركيا تم اخلاء المنازل القديم نستبدلها ب بحثة اباندن هجرت دسترويد دمرت ديزرت تم هجراها بلت بنيت طبعا كلمة ديزرت يهجر وعندي اباندن لازم تحافظ على هدوك عشان تتعامل مع المشكلة دي زورد قال has a similar meaning to قال ممعناها هادي طير دمتعب ريلاكس هادي بيسفول آمن غاضب متحمس يبقى ريلاكس وعندي بيسفول يتجنب اكل السمك بيكاز هادي انرجي طاقة حساسية حساس طبعا عنده حساسية تجاه اكل معين بتغير لنا مرتين في الاسبوع مصر لتجعل البيدروم بتاعنا صح عندي هنا يشرب طعام الغطاء والفرش بتعسير بيدي ما كنتش قادر اخد لان الفيلم كان مخيف ما كنتش قادر اخد بريس اللي هو النفس بتاعي يتنفس التنفس اللي هو يعني فاخد النفس يبقى عشان تساعد المريض يتنفس تاني ويدون اعمل ايه مركبة نعايش ترجمة جي بي اس استشعار يبقى طبعا نعمل لما بلعوه في غرفتهم بتبقى مناسبة فيها فوضى منتظم اللي هو صابوني طبعا بتبقى سيارة الاسعاف اخرت الانسان المصاب والشخص المصاب لاقرب مستشفى فورا سليبي نائم مسلي بفوضوية دير سليب كذرة طبعا اميديادلي انه الشي الصحيح ان انت الشخص المصاب يعني نحافظ عليه زي ما هو يبقى يعني ما نعملوش اي اجراء لما نكون ايه متأكدين يو نوع تو ايه اتا لطا في سويت this is unhealthy شو انت ما بتاخدش تو اوت نوع تو ماشي مصلا انت ما بتاخدش تو نيد انت ما بتاخدش تو يبقى اوت نوع تو مش لازم تجري مصد لازم شود لازم هفتو لازم دون هفتو لست مضطرا الى كل المهمات قبل نهاية الشهر شود هف فنش بشكل اسمها شود هف والمصدر شود هف يجب ان تنهى مظبوطة شود فنش تنهي شود انت فنش الجملة طبعا مجهولة يبقى طبعا مجهولة هنروح لمين بيتك العديم دلوقتي مش حاجة اسمها لو قال لي امصد مش حاجة انا طبعا اسمها يبقى طبعا انها ضروري بقى اي انه شيء ملزم لو قال لي امصد برضو مظبوطة الحاجة مفيدة مصند لا يجب شود اطنق ستو نيد انت لسنا في حاجة بينصح انه يبقى شود بعد كده عندي هنا بيقول تعمل ضوضاء انزا لايبري سر الحياة لكل الكائنات الحية تشرب كباية كل صباح اول حاجة قبل اي اي حاجة اي حاجة تاني لازم درجة حرارة المياه تبقى زادة حرارة الجسم سخنة نور ولا برد المياه بتساعد جسمنا بحاجات كتير يعني هنا معناها اللي هي ايه بتنظف الكليا بتاعتها بتجهز المعدة للهضم بتخلي الأمعاء تعمل افضل بعد المياه بتستطيع ان هي ايه تساعد في اخراج العناصر الغذائية بتخلينا ونحن في الحمام ايه بقى الحمام بتاعنا سهل بس ده كله مايتشربش في جلسة واحدة او في مرة واحدة الكليا كده هتتعب علشان هي تزيل الكلام ده كل نوزع شوية في الصباح وشوية بعد الدور ناكل بين الواجبات في ناس بتقول ناكل بين الواجبة يعني بين الواجبة و الواجبة نشرب مية إنما أثناء الواجبة كتير لا هم شايفين ان المياه تخفف العصارة في المعدة في المعدة بتاعتنا وده يقدر ايه ليتداخل مع الهضم بيسألك بتشرب مية كافية كل يوم شوف اليورن بتاعك اللي هو البول لون البول لو أصفر فاتح انت محتاج كده انت تشرب مية كافية لو أصفر غامة انت محتاج كده انت تشرب مور ووتر المية كتير هتخليك انسان صحي لو هنضع عنوان مناسب للقطع دي المية هتساعد النباتات مجابش سيرة النباتات مثل الناس تشرب مية الحيوانات محتاجة مية ليه الناس المفروض تشرب مية طبعا لانه هو بتكلم عن اهمية المية اهمية المية في الصباح ايه الكالية هتعمل بصعوبة الى معاها تشتغل افضل العصارة والبيدليوت التخفف ولا البول هيبقى اصفر باهت لا طبعا الى معاها هتشتغل ايه افضل ليه من الافضل ان احنا نشرب بين الوجبات عشان تاكل طعام كافي عشان ما تقلل شي العصارة بتاعت المعدة عشان البول والنطس ميلبان متبقاش ريحت وحشة ولا عشان ما تحملش على الكالية لأ طبعا رقم بي ليه لون البول الكاتب علامة على ان احنا شربنا مية يعني لما البول بتاعنا يبقى كاتم ده دليل ان احنا محتاجين نشرب مية اكتر يبقى كده في مشكلة لين لان ده اتشوز اور بادي اه از هلسي ده بيبين ان الجسم بتاعنا هلسي صحي ولا اتمينز اور كيدنز ار وركنج تو هارد وده معنى ان الكالية شغالة بصعوبة ولا لس ووتر ميكزة كالر دركر ولا المية الاوليلة اه بتخلي اللون كاتم ولا it's the same color as our digestive juice لا طبعا less water makes the color darker بعد كده عندي هنا بيقول لي it's important to drink enough water to نشرب مية كافية لكي have a strong heart بتقوى القلب to be fit with strong muscles يكون عندنا عضلات قوية clean out our kidneys اللي هو تنظف الكالية show our healthy body طبعا الكالية the synonym of the underlined word eliminate eliminate ورا انها تفزيل اللي هي remove ولا reform يعني تصنيع ولا replace ولا retrain طبعا remove drinking much water once can be to your kidneys شرب المية harmful useful healthy beneficial once طبعا اللي هي مرة يعني شرب المية مرة ده شيء ايه اكيد ده مؤذي ومضر جدا harmful للبع ده كله معناه healthy وصحي ومفيد نشوف translation happiness and peace of mind السعادة وإيه تاني السعادة وراحة البال dependent on the power of controlling once thoughts تحكمنا في أفكارنا and directing is in one an insan has to avoid what's painful لازم يبعد عن حاجات المؤلمة تعتمد التعاسى وراحة البال تعاسى هابن السعادة تعتمد السعادة وسلام العقل سلامة العقل وراحة البال يبقى دي برضو تعتمد السعادة وراحة البال على القدرة على التحكم في أفكار الإنسان وإدارتها ويجب على المرء أن يتجنب ما يؤذيه يبقى طبعا دي مزبوطة تعتمد السعادة وراحة البال على القدرة على التحكم في أفكار الإنسان وإدارتها كل ده صح ويجب على المرأة قالش المرأة قال المرأة أن تتجنب ما قد يؤذيه طبعا هنا للمرأة بعد كده بيقول لي يفضل بعض الناس حياة الريف البسيطة والصحية حيث يستمتعون بهوايا الريف النقي وجمال الطبيعة بعض الناس يحبون الريف النقي الحياة الصحية ما فيهاش حاجة ايه يعني هنشوف حياة بسيطة دي صعبة في حد يحب الحياة الغير صحية في مشكلة هنا برنا ده كله صح هيستمتعوا بالهواة الملوس يبقى بردو دي فيها مشكلة يبقى الاولى اول واحدة ادق واحدة تعاني شو بال ايه القصة مع بعض هنا بيقول لي ليه رفض انه يدخل المعركة اه بين الطرفين ايه بعد نفسه ليه ممكن نقول مثلا اه هي ممكن نقول مثلا اه هي يشترك ان مش عايز يشترك في في اسراء السراء السراء اللي كان بين ايه المجموعتين اه اللي هم مش عايز يدخل نفسه في الموضوع ده فهو كان مفضل انه هو ايه انه هو يبعد نفسه بعد كده دكتور ليفسي بروف تو بي جينرس شو هاو جينرس يعني كريم ودكتور ليفسي كان جينرس اه لما لما هو عرض هي اوفرد تو جيف لما عرض انه هو يدي لبينغان عرض انه يدي له ايه وعطله ايه سعمة تشيز جبنا عشان يأكل بعد كده بيقولي what do you think of silver as a negotator negotator يعني متفاوض ايه رايك في سيلفر كراجل متفاوض طبعا ممكن اقول i think he was هو يعتبر clever عنده مهارة and cunning طبعا هو مكار او maker بعد كده عندي هنا بيقولي the keys of good health مفاتيح الصحة الجيدة ده اي سي من كام 150 ورد 150 وطبعا اليونت كله بيتكلم عن ازاي نحافظ على صحتنا ان شاء الله الفيديو القادم بها هنبدأ نشرح لك يونت 8 وننزلك برضو حل المعاصر انتظرونا في الفيديو القادم اللي عنده اي مشكلة في اي سؤال اكتب لنا في التعليقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته